العملية الرابعة صفحة 32 في 5 واحد قامت المؤسسة بسحب مبلغ من البنك مقداره 120 ألف ريال تم وضعه بصندوق المؤسسة والمطلوب تحليل هذه العملية إلى طرفيها المدين والدائن ثم إجراء قيد اليومي نلاحظ أن العملية أثرت على بندين هما البنك والصندوق نلاحظ أولا بالنسبة للبنك أنه أصل وهذا الأصل حدث به نقص حيث أنه تم سحب مبلغ منه فطبيعة الأصل أنه مدين وعند نقصه أو تخفيضه نعكسه ونجعله دائن إذن يصبح الدائن في هذه العملية هو البنك من ناحية أخرى نلاحظ أن الصندوق حدث به زيادة وهو أيضا أصل أصل حدثت به زيادة وطبيعة الأصل أنه مدين ولزيادة الأصل فإنه يجعل بنفس طبيعته فيجعل أيضا مدين إذن الطرف المدين في هذه العملية هو الصندوق والطرف الدائن في هذه العملية هو البنك نوضح ذلك مرة أخرى فنقول أنه حدث زيادة في الصندوق والصندوق أصل وعند زيادته يكون مدين إذن الطرف المدين في هذه العملية هو حساب الصندوق من ناحية أخرى نلاحظ أن هذه الزيادة التي حدثت في الصندوق هي عبارة عن نقص في البنك والبنك أصل ولتخفيضه يجعل دائن إذن الطرف الدائن في هذه العملية هو حساب البنك لإثبات هذه العملية في دفتر اليومية نقوم بتصطير دفتر اليومية الذي يتكون من أربع أعمدة الأول والثاني منها للمبلغ المدين والدائن ثم البيان ثم التاريخ نبدأ بكتابة الطرف المدين في السطر الأول وقبل منه كلمة من لما يعني أنه مدين من حساب الصندوق ثم في السطر الذي يوجد به يتم كتابة المبلغ وهو 120 ألف ثم نترك مسافة صنطي ثم نكتب الحساب الدائن ونكتب قبل منه إلى بما يعني أنه دائن إلى حساب البنك ثم نكتب في نفس السطر الذي يوجد به المبلغ في خانة أو في عمود المبلغ الدائن وهي 120 ألف بعد ذلك نقوم بشرح هذه العملية فنقول أنها تمثل عملية سحب مبلغ من البنك وإداعه بالصندوق ثم نكتب تاريخ العملية ثم نأخذ خط ليساعد على فصل هذه العملية عن العمليات التالية يمثل ذلك قيد يومية يتكون قيد اليومية من طرفين طرف مدين وطرف دائن ومبلغ مدين ومبلغ دائن ثم كذلك شرح للقيد ترجمة نانسي قنقر